مرحبا بكم في قناة الشباب الدائم نرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك مع الضغط على زر الجرس لكي يصلكم اشعار بكل جديد وتذكروا بان الدالة على الخير كفاعله لذلك نرجو منكم تشهير الفيديو حتى يسفيد منه اكبر عدد ممكن من الناس من حيث المبدأ فان الجلطة الدماغية تسبقها تحذيرات من الجسم قبل ان تحصل وغالبا ما تبدأ بالجلطة الصغيرة او الخفيفة وتسمى علميا وهي تعتبر اول تحذير لجلطة قادمة وهي تحدث بسبب قلة تدفق الدم الى الدماغ او الحبل الشوكي بل وحتى العين وعليه يجب الانتباه لها كثيرا لتجنب الاسوأ اما وقد حصلت بالفعل الان فاردو ان اشرح لماذا تحصل عادة وكيف نتجنبها ثم كيف نعالجها فيما يخص العراض فاهمها الشلال المعاكس او ما يسمى وذلك فان الجلطة اذا حصلت على يمين الدماغ فان الشلال يصيب يسار الجسم والعكس بالعكس صحيح ضعف عام تنمل قلة تركيز بطء بالكلام صعوبة المتابعة اي رد الفعل بطيء واحيانا بعض هذه الاعراض او كلها او حتى بدون الان سوف اشرح كيفية حصول الجلطة ويمكن تقسيمها لثلاثة اقسام رئيسية امبولوس ويمكن ترجمته بالسداد اي سد المجرى الدموي وعادة يحصل بتجمع الكالسيوم والكوليسترول مع الالياف والسؤال ما هي مسبباته اولا نقص فيتامين سي لانه مضاد للالتهابات ثانيا زيادة في الانسولين ولذلك نلاحظ بعض الجلطة تحدث الاصابة بالسكري لان زيادة الانسولين تؤدي الى نقص في فيتامين سي مما يؤدي الى تقرحات في الشرايين وهذا يؤدي الى تجمع الكوليسترول لاجل معالجة هذه التقرحات وهذا يستدعي قدوم الكالسيوم ثم الالياف لشفاء التقرحات وينتج عنه الجلطة ترومبس وهي الخثرة الدموية عادة ما تبدأ من القلب وهذه تحصل بسبب نقص في البوتاسيوم او الماغنيزيوم وهو انتفاخ يشبه البالون في الشرايين وهذا سببه الزيادة في الضغط وعادة التدخين وطبعا مقاومة الانسولين واخيرا نقص فيتامين سي اذا بعدما سبق كيف نعالج المشكلة او نتجنبها البدء بعملية الالتهام الذاتي الاوتوفيجي وننصح على اقل تقدير مرة كل ثلاثة اشهر وكلما زادت عدد المرات زادت الفائدة دي اتش اي اوميغا ثري يجب اغضه بكميات مكثفة لانه مهم جدا لمعالجة الخلل في الدماغ مياسينامايد وهو فيتامين بي ثري وهذا مهم جدا لتنشيط خلايا المخ واعادة نشاطها الصيام سواء الاسلامي او المتقطع لانه يخلص الجسم من جميع الشوائب المسببة للجلطات هذا بالاضافة الى ما سبق واقصد فيتامين سي وفيتامين دي ثلاثة وفيتامين كي اثنان انصحوا ايضا بالتوقف نهائيا عن السكر والكاربوهيدرات والتغذي على الدهون بشكل كبير وقليل من البروتين والتركيز على الخضروات والصلطات تجنبوا تماما اي زيت غير زيت الزيتون واعتمدوا على الزيوت الحيوانية فقط اخيرا العلاج الطبيعي ضروري جدا لتنشيط الاجزاء المتأثرة شكرا لكم على المتابع نرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك مع الضغط على زر الجرس لكي يصلكم اشعار بكل جديد وتذكروا بان الدالة على الخير كفاعله لذلك نرجو منكم تشهير الفيديو حتى يستفيد منه اكبر عدد ممكن من الناس الى اللقاء